وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَوَةَ الْدَاعِ إِذَا دَعَاءِ فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرسلون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَوَةَ الْدَاعِ إِذَا دَعَاءِ فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون تحيل لكم ليلة الصيام تحيل رفثوا إلى نسائكم هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ علم الله أنكم كنتم تغتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هم وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشرموا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسور من الفير ثم أتم الصيام إلى الليل وكلوا واشرموا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض أبيض من الخيط الأسود من الفير ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروا هنَّ وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا أَدَائِلَ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ الْنَاسِ بِالْإِفْنِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِهِ أَمْوَالِ الْنَّاسِ بِالْإِفْنِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ترجمة نانسي قنقر